مواجهة متقطعة تشهدها مختلف الجبهات بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيا من جهة اخرى في محافظة تعز ففي الاحكوم بريف المحافظة اكدت مصاير عسكرية شند الميليشيا الانقلابية المتمركزة في تبة الدبعي هجوما على مواقع الجيش الوطني في التبة الخضراء محاولة السيطرة عليها الا ان محاولتها باءت بالفشل بعد صدها من قبل قوات الجيش الوطني الى ذلك قال المركز الاعلامي للمقاومة في بيان له ان قوات الجيش تصدت لمحاولة تسلل للميليشيا جوار مستشفى الكندي وكلية الطب شرق المدينة واجبرتها على التراجع في وقت تدور فيه مواجهات عنيفة ايضا في محيط الدفاع الجوي معارك الساعات الماضية بين الجيش والميليشيا ادت الى مقتل سبعة من الميليشيا واصابة ثلاثة عشر اخرين فيما ادى قصف الميليشيا المستمر على الاحياء السكنية في المدينة الى اصابة نحو تسعة مدنيين